اشتركوا في القناة خلال عام 2021 تم تقديم الدعم والمساعدة ونقاذ 1950 حالة ابتزاز أغلب هذه الحالات من النساء وبالذات من الصغار السن يعني 18, 17, 19 سنة وكثير من هذه الحالات قدرنا نقدم الدعم والمساعدة من أجل نقاذهم وتخلصهم من براثن الابتزاز اللجوء للشرطة المجتمعية أصبح سهل وخصوصا في موضوع الابتزاز الالكتروني بدنا نقدم المساعدة بصورة سريعة وسرية عندنا الخطة ساخن 497 لا يمر يوم دون أن تتسجل عدد من حالات الابتزاز من خلال هذا الخط أيضا نافذتنا على المواقع التواصل الفيسبوك شرطة المجتمعية العراقية أيضا مفارزنا الميدانية الموجودة في بغداد والمحافظات أيضا تتلقى شكاوة ومناشدات من المواطنين نتيجة المصداقية بالعمل والخلاص بالعمل وسرعة الاستجابة السرية بالمعلومات هذه كلها أدت إلى بناء ثقة عالية وهناك مقبولية من المواطنين بخصوص الشرطة المجتمعية اليوم حتى المؤسسات الحكومية المؤسسات الأمنية تحاول أن تشتغل مع الشرطة المجتمعية من يجل تتقرب إلى المواطن اليوم أمانة بغداد التربية الصحة في مجال كورونا يجعلنا مع وزارة الصحة دعمناها كل الوزارات والمؤسسات دائما ما تحاول أو تطلب عمل مشترك معهم نحن لاحظنا أن الشابات والشبان يتلقون تربيتهم من الموبايل التربية التي كانت تنطيها الأب والأم والمدرسة اليوم مفتقدية صراحة كثير من العوال مفتقدية للشباب عميد غالب هذه الابتزاز الإلكتروني موجود بكل المحافظات العراقية أكثر المحافظات التي تواجههم بها مشاكل كل المحافظات صراحة الموجودة بها الابتزاز الإلكتروني لكن بحكم الكثافة السكانية في بغداد بغداد التأكيد أكثر لكن كل المحافظات العراق سجلنا عدد كبير من حالات الابتزاز اليوم لا بد أن نكون قريبين من أبنائنا بمواقع التواصل الاجتماعي الأم لما تكون صديقة بتها تعرف صديقات السوء منه منه صديقاتها بها أقربات تدخل المنتطة إعجاب المنتطة إعجاب المواقع التي تدخل عليها هذه كلها من خلال هذا البحث ستكون فكرة عن تصرفات بتها وبالتالي يكون فدمجس حتى تعرف بتها تصرف والابن أيضا بالنسبة للمبتزين مهما استطعت أن تبتز الأشخاص أولا هذا الدليل يعني ضعفك وجبنك واستغلالك للثقة التي قد تكون منحت لك هذا واحد اثنيا قانون العقوبات العراقي يعاقب المبتز سبع سنوات بالسجن اليوم لو ندخل للسجون نلقاها مليئة بالمبتزين فأكيد يعني مصير الله يكون معهم